وضمن هذه الجولة الميدانية زار المحافظ بدر الفحل مقر فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب وسيلو تاكريت وكان في استقباله مدير فرع الشركة دحام علي أحمد والملاك الدائم وطلع الفحل على سير العمل في مقر شركة وسيلو وانسيابية تسويق محصول الحنطة وبحث اللقاء مع الملاكات العاملة معويقات العمل وسبل تذليلها فيما أكد دعمه الكامل للإجراءات الفنية التي تتخذها الشركة بهذا الخصوص اشتركوا في القناة